السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العشر العظيم الستير أن يستر علينا جميعا وأن يستر على عراضنا ويستر على بناتنا ويستر على زوجاتنا ويستر على أخواتنا ويستر على كل الناس هو الستير الله حيي الله سبحانه وتعالى يا أهل الخير نحن نتعامل مع واقع هذا الواقع الذي فرضته علينا أو فرضه علينا عصر المعلومات عصر الدجتلة عصر الإمكانيات الهائلة التي وفرتها لنا الأجهزة الذكية هذه والإنترنت فيها خير كثير ولكن بنفس الوقت لا يد هناك بعض المشاكل التي تحصل هذه المشاكل تحصل من إمكانية يعني وجود هذه الأجهزة التي تستطيع تسجيل تسجيل وأصوات أو أخذ صور أو أفلام فيديو وإمكانية المشاركة طبعا أكثر الناس حذقا ومهارة قد يحصل معهم خطأ الخطأ يحصل بكبست زر يعني متى ما كبست زر مثل كلمة عندما تخرج من الفم لا تستطيع أن ترجع يعني بسهولة متى ما أنت كبست زر الصورة أنت أخذت الصورة يا ترى الصورة هاي اللي أنت أخذتها بجهازك الذكي هذا جهازك الذكي هذا هل هي تبقى لك أم أنها أصبحت ملك لهذا الجهاز وهذا الجهاز مرتبط مع سيرفرات يعني ومع الشركة الصانعة كان حواء إن كان سامسونج أو أبل أو هويوي هذا أو أي نوع أي نوع من أنواع أي أن الصورة هذه أصبح في إمكان لأحد خارج عنك التحكم فيها أو الحصول عليها أو أخذها فقد يحصل مشاكل مورا هذا الأمر فأنا اقترحت اقتراح اليوم عند الصباح عندما كتبت أنا قلت على الشكل التالي أنه احتياطا لا تأخذ صورة إلا أنت وبالشكل يلي مما شاف ما بيأسر يعني مثلا لابس شكلك مرتب كذا بحجاب يعني الأخوات والأخوات بالذات يعني نصيحة لا تأخذوا الصور دون حجاب أو مقاطع فيديو دون حجاب نصيحة خصوصا إذا كانت ديجيتال يعني لا كله ديجيتال وهذا خطر لأنه الديجيتال يمكن سهولة المشاركة وسهولة الحصول علي حماية لأعراضكم تحصل أخطاء أحيانا بكبس إنسان زر بتروح صورة لشخص آخر وهذا حصل يعني أنا معي نفسي يعني أحيانا بحصل خطأ يعني أنت بدون ما تنتبه تكبر الزر بيفتح الكاميرا يعني تحصل تفتح الكاميرا وأنت ما لك منتبه بشوف شخص آخر على واحد بيقلي يعني مو هي كل الدنيا يعني أو مو هي الشغلة الكبيرة يعني تعمل منها أنا ما عم بعمل منها شغلة كبيرة بس في ناس تداية كتير نفسيا يعني إذا حصل هذا الأمر هي شغلة أعراضي يعني ما هي شغلة لعبة يعني اللي بتاعها في العرض غالي عند الناس الله يستر على عرضنا وعلى عرضكم فنصيحة لكل أخت إنه ما تأخذ صورة وهي بوضع لا ترغب أن يراه يعني يعني هذه الصورة تأخذها كن أنت أخذ باعتبارك إنه مما شاف ما همت يعني إذا تلباس بالحجاب وكذا ما بيأثر مما شاف شو يعني أنا لابسي الحجاب مثلا أو الشخص يعني كمان ما يأخذ يعني كمان وكمان الرجل مثل المرأة كلاهما محاسب يعني نصيحة لكم نصيحة لأنه كبس الزر ما بتعب شو بيسير وكونوا على حذر كتير لأنه سريع جدا هاي الأجهزة سريعة جدا يعني دون ما تحس بتلاقي حالك صار ما بعيد بالإضافة لوجود خطر الناس الذين يريدون استغلال هذه الصور أو الضغط عليكم فكونوا على انتباه الله يرضى عليكم والله يسترى على أعراضكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه بدي أحكيكم شغلي حتى أيام زمان أنا كنت أنصح بالعراس ما ترضى واحدة تتصور لو كان عرسها ما عليش بدون حجاب ليش أحكيكم شو صار ما طالع الضابط هذا الملازم مع العناصر الكلاب شاتو أجلكم فاتوا على بيت عم يفتشوا بيوت هاي من كم سنة فاتوا على البيت المهم ما خلوا فيه شي مصاغ وكذا اللي أخدوا سرقوهم سرقوا كل شيء له قيمة بدأسهمهم بينات بعضهم مع الضابط المهم قد لك قال له شو لقيت قال له هاي صورة العرس تبع صاحب البيت ومرته قال له جيبوهم نصبب عليهم شايفين حقارة وين يعني فاتوا على البيت و اقتحموا حرمة البيت وسرقوا الدهب وسرقوا المصاري كمان أخذ الصور بدو يتصبب عليه هون هذا شو هذا مو بشر هذا مو إنسان هذا هذا أحقر من الحيوان عنه حيوان حسن منه كتير أحقر من الشيطان نعوذ بالله فديروا بالكم لأنه ما بتعرفوا يوم من الأيام تواعب إيد مين السلام عليكم